طيب نروح لأخبارنا والنهاردة الاتحاد الأفريكي القرط القدم خلاص أعلم بشكل رسمي إقامة نهائي دوري أبطال أفريكا يوم 30 مايو ألجاري الساعة 9 مساء على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء كما هو كان متوقعا متوقعا طيب هتولي بقى إيه بياني النادي الأهلي على طول النهاردة بقى النادي الأهلي اللي هو من 6 نقاط نقاط في منتهى الأهمية النادي الأهلي طلب 6 طلبات هقوله لكم ده كان في اجتماع لجنة الأزمة برئاسة كابتن محمود خطيب النهاردة أولا المطالبة بتحديد المعايير الخاصة بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال منها تحديد ساعة الاستاذ ألاستقام عليه المباراة تخصيص نسبة 50% من هذه الساعة لجمعين النادي الأهلي وأن النادي سوف يكون بسداد كامل قيمة التذاكر من كل الفئات والدرجات بما فيها المقصورة الرئيسية المخصصة للأهلي وجمهيره وذلك وفقا لأسعار التذاكر التي ينتظر النادي إبلاغه بها من قبل الكاف بشكل عجل ثانيا المطالبة بضرورة أن تقتصر المدرجات المخصصة للنادي الأهلي اللي هي نصف ساعة الاستاذ على جمهيره فقط وأن يقوم كاف بالتأكيد والإلزام للجهات المسؤولة عن تأمين وتنظيم المباراة بذلك ياريت أتمنى ثالثا المطالبة بتوفير التأمين الكامل لسلام كافة عناصر اللعبة لبعثة الأهلي وجمهيره التي سوف تصاحب الفريق طوال الرحلة والتأكيد على قبام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحادين الأفريقية والدولي والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللعبين داخل الملعب رابعا المطالبة بالتأكيد على حصول جمهير النادي الأهلي على تأشيرات الصفر وبعد نصف ساعة الاستاذ اللي ستقام عليه المباراة والأخذ في الحزبان ضيق الوقت والرد على النادي بشأن كل طلباته والسابقة خلال 72 ساعة على الأكثر خامسا المطالبة بإسناد إدارة المباراة لطاكم تحكيم من أكفأ حكام القارة وقال لا يكون من بين هذا الطاكم من تسبب أداءه من قبل في أي أزمة أو احتجاج في مسابقات كافة مختلفة بكاري جسامة تحديدا عشان لسه عنده شكوى لباية الأهلي مش عايز بكاري جسامة وده ما يقدرش النادي الأهلي يقوله صراحة سادسا المطالبة بضرورة الاستعانة بطاكم تقنية الفار من أوروبا أسوة بما تم في التصفيات الأفريقية المؤهلة الكأس العالم لسهما أن الفائز من هذه المباراة سوف يمثل الكارة الأفريقية في بطولة العالم للأندي ده بتاعنا ده بقى فاكرين أنا كنت قلت لحضراتكم يوم ما أعلن الكاف تقريبا من أسبوع أو من أكتر من أسبوع ممكن من عشرة أيام وقت أن أعلن الكاف أن المغرب ستصطدي في المباراة قلت مباشرة أن النادي الأهلي لابد أن يطالب بحكام ظار أوروبيين زي ما حصل في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم أنا مش فارق لي حكم الساحة أنا فارق لي اللي قاعد على الفار لو اللي قاعد على الفار حيادي مش هقلق من الحكم اللي في أرض الملعب لو اللي قاعد على الفار مش حيادي هقلق من حكم الساحة وهقلق منه ففكرة أنه الأهلي يطالب بهذا الطلب ولو الكاف حققه فده هيبقى مطلب عادل جدا ونجاح كبير للنادي الأهلي لو قدر ياخد هذا الأمر ونجاح لنادي الوداد ما هو الحكم لما يبقى أوروبي أو حكم أجنبي في البار مع الأهلي وعلى الوداد هو أنت الحكم الأجنبي ده مش جايبوا للأهلي جايبوا للأهلي والوداد بس نضمن عدالة كاملة بما أن الأهلي لما يحصل على لها عدالة الكاملة فيما يخص ملعب المباراة اشتركوا في القناة